أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم عن شكرها إلى القوات المسلحة على نشر الوعي الفكري والثقافي والعسكري بين شباب مصر الدارسين بالخارج وأكدت أن الزيارة تهدف إلى تقارب الشباب المصري بالخارج تجاه قوتهم المسلحة وإطلاعهم على الدور البطولي التي تقوم به جاء ذلك خلال تنظيم القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين بالخارج لمقر قيادة قوات الصاعقة المصرية بحضور وزيرة الهجرة وذلك في إطار تعرف شباب المصريين بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم كما أعرب الشباب عن فخرهم واعتزازهم بالدور الذي يقوم به رجال قوات الصاعقة وما يبذلونه من تضحيات لتنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها اشتركوا في القناة